كأنما فتيل لا يراد له أن ينطفئ وعلى مفترق طرق يترك العراقيون بين خيارين لا ثالث لهم إما الموت أو الاحتلال تفسير بالصورة العامة والصورة قاتمة فمنذ دخول القوات الأمريكية العراق عام 2003 وحتى اليوم يرفض العراق مبدأ الاحتلال لكن العراقية يحتكم إلى القول المأثور مجبر أخاك لا بطل والعراقيون اليوم مجبرون على التواجد الأمريكي رسالة يؤكدها ساسة عراقيون ويرفضها من مثلهم أيضا في المقابل وكما هي الروايات الغامضة حول عدد القواعد الأمريكية أو خارطة تواجدها إلا أن إدارة البنتاجون تزيد العناد بعد اغتيال شخصيات إيرانية وعراقية وصفتها بالإرهابية ولا تأبه للموقف العراقي خيار الانسحاب الأمريكي من العراق لا يلقى إجماعا عالميا فيما الاحتقان المتزايد في الآوانات الأخيرة جعل يأخذ نمطا أكثر توترا في رفض الوجود الأجنبي بالمطلق غياب التوافق السياسي وحالة تصريف الأعمال وصور الساحات الغاضبة بأهلها إلى جانب الاقتتال الدولي بين إيران وأمريكا على الساحة العراقية كل هذا وذاك فتح الباب على مصرعيه أمام استغلال تنظيم داعش الإرهابي الفرصة وإعادة تشكيل ذاته عسكريا مصادر صحفية تكشف الهوية الحقيقية لما يسمى بزعيم تنظيم داعش الإرهابي الذي جاء ليخلف ما يسمى أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي الذي قتل على يد القوات الأمريكية عودة لا تبشر بعودة الاستقرار المنشود قول فصل وإجماع مطلق ينادي به كل عراقي ومتابع لما يعانيه العراق سيادة العراق منقوصة بين تدخل إيراني وأمريكي فمن يكملها؟ إرهاب رعاية دولية إجابة ترجح كفة الميل فيها إلى بقاء القوات الأمريكية كشرط دعم العراق عسكريا كما يقول زعماء دول وقادة سياسيون عراقيون ترجمة نانسي قنقر